حكاية اخرى من المباراة برضو بصوا جماعة طبيعي ومنطقي جدا جدا في اجلب الظن كثير من لعب العالم كل العالم لما بتخرج من المباراة يعني لما مدرب يسحبهم من المباراة في منهم كتير بيبقى طالع زعلان تمام؟ انا لو انا بلعب كورة ومدربي وانا نفسي هلعب وقدي ومدربي طلعني من المباراة هبقى طالع متدايق وزعلان انا عايز اكمل بلاش يا سيدي انت لما بتأجر ملعب خماسي انت وصحابك وفي واحد بره عمالي يقولك تعال اطلع انت وانا من مكانك وانت خارج بتبقى متدايق شوف انا بتباهلك الموضوع دي شوف الموضوع من جاي من اين من تحت اوي ومالك انت بقى في التنافس الكبير دوت وست جماهير حاش عايز سيب الملعب كله عايز يبقى مؤثر انا وقفت عند لقطتين لقطة الامام عشور وهو خارج ولقطة المصطفى فتحي وهو خارج قبل ما اعرض لك اللقطتين انا ما ببقاش عندي منع ابدا اللعب يبقى هو خارج زعلان بس ما تعملش فعل خاطئ وانت خارج تعملش مشكلة ما تعتردش ما تزقش ازازة ما تخبطش ما تكسرش ما تسلمش على المدرب بتاعك ده نرفضه لكن طالع مأموس براحتك يعني ما انت كنت نفسك تلعمش ده ما دايقتش حد لم تتخطى احزانك الناس الاخرين او اللي حواليك ما انت احزانك جواك براحتك فده اللي حصل مع امام عشور نشوف اللقطة امام هو خارج زعلان متدايق نفسه يكمل عمل اسست حلو قوي للجول بعد المباراة بعد المباراة شوف الزكاية بتاع مارس الكولر عشان فاهم انه انت زعلت على فاكرة مارس الكولر ما بيرحمش ما بيرحمش ده مرة عاقب تلات تعيبة مرة واحدة عشان اعترضه ما بيرحمش بس امام ما عملش اي حاجة غلط هو خارج خالص فمارس الكولر بيرضيه والتاني ضحك وهو ضحك وبيحتفله مع بعض خلصت الحكاية سهلة وده مدارب زكي بص يا سيد يا زعل بس ادام ما تجاوزتش معايا انت صاحبي وحبيبي هتتجاوز هتزعل مارس الكولر قال له انت صاحبي وحبيبي فيش حاجة حصيب بانه كانت لمصطفى فتحي ومصطفى فتحي واحد من اكثر المؤثرين في فرقة برامنز السلادي والموسم اللي فات المدارب خرجه يوريشيتش خرجه من المباراة ونزل زلاك واكيد ندم بعد كده يوريشيتش انه نزل زلاك اللي ضيع كرة وما اضعش بس نزل زلاك مصطفى فتحي بقى بص عمل ايه قادي بقى انا ما تعجبنيش ما احباش ملاش علاقة اتقل بالك امش بقولك واحد اقلي واحد برامنز بص عمل ايه المدارب رايح يحييه بص مصطفى فتح عمل ايه لقطة غير مقبولة لقطة غير مقبولة زعلك نقدره تجاوز لا ببساطة اي لعب في الدنيا ازعل زي ما انت عايز تتجاوز لا فدي لقطة ودي لقطة زلاكة طبعا مش جاي عليه يعني فيه لعيبة الكهرباء على فكرة ضيع واحدة شبهها في نهاية المباراة بس يعني يدوبك بعد التغييرة انا منزلك تنقذني ضيعت كرة التعادل بس اهلات